فيما تعمل الجهات الحكومية على ضمان توفير بيئة آمنة للاستثمار في العقار على المستثمرين حماية أنفسهم باتباع الإجراءات القانونية السليمة في هذا المجال ومن هذه الإجراءات يتوجب على الحرص وتوخي الحذر والاستعانة بخبراء معتمدين وموثوقين ضمانا للحماية نتابع لكل حال من بشراء عقار تريث هذا القرار مصيري حيث أنك تضع أموالا في مبنى لتعيش أو تستثمر فيه لذلك عليك اتباع نصائح المختصين لحماية نفسك من المحتالين أنصح جميع الأخوة سواء كان بايع أو مشتري يتعامل مع المكاتب الرسمية المعتمدة ويسأل عن هوية الوسيط قبل لا يعقد أي صفقة وحين عقد الصفقة أيضا يشوف الدفتر اللي راح يوقع فيه هل هو اللي راح يوقع معه وهو صاحب الدفتر وهو صورة موجودة رخصة غير منتهية يستفسر عن كل هذه الأمور وبعدين لازم في أي عقد يكون يخلي تاريخ للعقد لنهاية العقد لأننا نحن عارفين العقد الابتدائي اللي يكتبه أثناء عقد الصفقة لازم لها بداية ونهاية ولازم يتأكد أن الدفعات تكون سليمة وبشيكات مصدقة إتمام عملية الاستثمار في العقار بنجاح وأمان هي مسؤولية تقع على أطراف عدة منها الجهات الرقابية التي وجب العمل بقراراتها تصل بضبط عملية البيع والشراء أعتقد أنه أفضل حل بالإضافة لأنه يسوي الهومور كمالة لازم يستعين بوسيط عقاري مكتب مكاتب الوساطة العقارية المعتمدة بوزارة التجارة حتى يتلافع أي عملية نصب بالإضافة طبعا إلى أنك كمستثمر يجب أنك تروح بنفسك وتشوف العقارة يجب أنك تطلع العقود أكيد فيه مستشارين قانونيين مختصين يجب أنك تراجعهم لكن الأهم أن نلتزم بتعليمات الجهات الرقابية فيما يخص مكاتب محددة هي مكاتب الوساطة العقارية المعتمدة من الجهات الرقابية المفروض أنها تعطيني نوع من الأمان قبل أن أشتري هذا النوع من العقار الإجراءات العقارية السليمة لا تحمل مستثمرة من الاحتيال العابر للدول فقط بل إنها تمنع استخدامه في جرائم غسيل الأموال التحلي بثقافة عقارية واتباع المسارات القانونية هي أفضل السبل حتى لا يشتري المستثمر سرابا وحتى يبقى العقار أفضل استثمار سنة الوسلاتي تلفزيون دولة الكويت